دي من اكتر الاغني بتطلب مني والاغنية دي لها عندي يعني قصة زيارة لان انا اتغنت كل اللي يعتبر كل موظف الناس غنوها شعب كتير وانا كنت اخر حد اعملها وهي يعني كنت اخر حد اغنيها الاغنية اصلا يعني هي بتاعت فريز موسيقى غنوني للرئيس متجال بس انا يعني شفت الناس غنوها فانا قلت انا اغنيها ليه طيب يعني خلاص بالصراحة يعني امي لفتت نظري من الحكاية اه الحجة جلتلي يعني طعم هيطلع حلو منك والله انا مكنتش بصراحة بس لما الحجة وبعض الاصدقاء يعني شاوروا عليها قلت طب ليه لأ لما نعملها بس انا محبتش احرف فيها يعني عملتها بعبلها بالزبط بكل تفصيل فيها زي ما هي بالزبط بالموال هي فعلا برضو يعني يقولك انت اولى يعني اه وخلي بالك الطعم جميل يعني انا انا بعتب على الناس اللي غنتها وحاولوا يحرقوا اللي غيروا فيها شواء ليه هي طحفة الوحيد اللي غنها بنفس الشكل هو دياب والله نفس الشكل غنها بالزبط زي ما كان بيغنيها رئيس متقال وزي ما تقال من سنين وبعد كده الاستاذ ناصر محروس من سنين قريبة كده سنة ولا سنتين عملوها بريتم تيكنو اه نفس الحاصل كان من سنين بس هو حط مزيكة ووير توزيع بس التمذيب والتحديث اه هو ناصر دايما مبادل اه انا من الناس اللي تحب ناصر ومحروس جميل وانسان محترم جدا جدا محروس محروس ترى